بالنسبة لجميع سكان الأرض فإن دورة الليل والنهار هي دورة حتمية تتكرر كل 24 ساعة مع ذلك بمجرد مغادرة الأرض تبدأ كل التعريفات المحددة بالانهيار فهل تساءلت من قبل كيف يميز رائد الفضاء بين الليل والنهار في محطة الفضاء الدولية؟ السلام عليكم متابعون الأعزاء قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كل فيديوهاتنا ندرك جميعا أن الليل والنهار نتج عن دوران الأرض إلى جانب الدوران حول الشمس في مدار بيضاوي للشكل يدور كوكبنا أيضا حول محوره أثناء دورانه يمر الجزء من الأرض الذي يواجه الشمس بالنهار في حين أن الجزء المخفي عن ضوء الشمس يواجه الليل تدور الأرض بسرعة جنونية تبلغ حوالي 1670 كم في ساعة ومع ذلك حتى بهذا المعدل يستغرق كوكبنا ما يقرب من 24 ساعة لإكمال دورة واحدة وهكذا لدينا 24 ساعة في اليوم مع ما يقرب من 12 ساعة من ضوء الشمس و12 ساعة من الظلام فكيف يبدو الليل والنهار في محطة الفضاء الدولية؟ محطة الفضاء الدولية بكلمات بسيطة هي منشأة بحثية كبيرة تستخدم لإجراء تجارب الجاذبية الصغرى في الفضاء تدور المحطة الفضائية حول الأرض في مسار بيضاوي على ارتفاع متوسط 400 كم فهي تدور بسرعة هائلة تبلغ 27600 كم في ساعة وتكمل دورة واحدة في حوالي 90 دقيقة في لال مدارها تقضي المركبة الفضائية نصف الوقت تقريبا في ضوء الشمس والباقي خلف ظل الأرض وهكذا تشهد المحطة الفضائية حوالي 45 دقيقة من ضوء النهار و45 دقيقة من الظلام في كل دورة ففي غضون 24 ساعة تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض 16 مرة وهكذا في فترة يوم أرضي واحد يشهد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية 16 شروقا و16 غروبا فهل يعاني رواد الفضاء من مشكلة بسبب تكرر الليل والنهار؟ في البداية تبدو القدرة على مشاهدة 16 غروبا في اليوم من الفضاء أمرا رائعا ولكن على المدى الطويل يمكن أن تكون مشكلة خطيرة أجسام الإنسان تعمل على مدار 24 ساعة ويلعب الضوء دورا رئيسيا في تنظيم تلك الدورات فاعتادت إيقاعاتنا اليومية على أنماط الضوء على الأرض يدفعنا ضوء الشمس إلى الاستيقاظ في حين أن الظلام يشجع على النوم وقلة النشاط وبالتالي فإن التبديل السريع بين ضوء الشمس وظلام يمكن أن يؤثر سلبا على الساعة البيولوجية لرواد الفضاء لذلك من الضروري خلق بيئة طبيعية لرواد الفضاء للحفاظ على سلامة أجسادهم فلال أداء مهمهم الفضائية الطويلة وقد عملت محطة الفضاء الدولية على محاكاة بيئة طبيعية للليل والنهار بعدة طرق المحاكاة الأولى توحيد المنطقة الزمنية تم تعيين محطة الفضاء الدولية على التوقيت العالمي المنسق يو تي سي وهو المعيار العالمي للوقت والذي يتم تحديده باستخدام عاملين العامل الأول التوقيت الذري الدولي ويتم حسابه باستخدام ساعات ذرية عالية الدقة العامل الثاني التوقيت العالمي ويتم حسابه بناء على دوران الأرض أما المحاكاة الثانية هي التحكم في الإضاءة على متن المحطة فخلال السنوات الأولى للبعثة وجد أنه على الرغم من تخصيص ثماني ساعات ومصف من الوقت للنوم إلا أن رواد الفضاء لم يتمكنوا من الحصول على نوم صحي ولذلك قرر العلماء تبديل الأضواء في المحطة الفضائية في الواقع كان تأثير الإضاءة على جسم الإنسان أحد التجارب التي أجرتها وكالة ناسا على محطة الفضاء الدولية استخدمت محطة الفضاء الدولية في البداية تركيبات الإنارة العامة مع مصابيح الفلوريسنت لإضاءة المحطة الفضائية في عام 2016 تم استبدال هذه الوحدات بوحدات لد ذات الحالة الصلبة التي تدوم طويلا وأرخص وأخف وزنا مقارنة بنظيراتها السابقة إن قدرة هذه المصابيح على إصدار أطوال موجية مختلفة بكثافة متفاوتة جعلتها أفضل بديل لمحاكاة بيئة الليل والنهار في المحطة يبدأ يوم العمل النموذجي لرائد الفضاء في الساعة السابسة صباحا بالتوقيت العالمي المنصق وينتهي في الساعة التاسعة ونصف مساءا بالتوقيت العالمي المنصق في لال الساعات الأولى يتم ضبط الأضواء على درجة سطوع عالية لمحاكاة النهار عندما يشارك رواد الفضاء في مهام أكثر تحديا تبعث الأضواء أطوال موجية أكثر زرقة لتحسين اليقظة وقرب نهاية اليوم تتحول الإضاءة إلى نغمات أكثر دفءا لتعزيز النوم والراحة فمن الساعة التاسعة ونصف مساءا حتى السابسة صباحا يتم تعتيم الأضواء ويتم ضبطها على سطوع منخفض للغاية لمحاكاة الليل وهكذا بمجرد انتهاء رواد الفضاء من العمل في اليوم يمكن لأفراد الطاقم الانزلاق في أكياس نومهم للحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل وجدت الدرسات لاحقا أن الإضاءة ساعدت في تحسين كفاءة رواد الفضاء وساعدت هذه الدرسات بشكل أكبر في تسويق منتجات الإضاءة المنتشرة على نطاق واسع هذه الأيام أتمنى أن تكون قد استمتعت بمشاهدة الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ويمكنكم أيضا مشاهدة فيديوهاتنا الأخرى شكرا لكم